لكن قبل ما ندخل في الأخبار خلينا نروح للنادي الأهلي يمكن التمرين لسه خلصان من دقايق زي ما حضراتكم عارفين ميستر مارسل كورور كان مقرر النهاردة تمرين عصر اليوم وبعد التمرين على طول تبدأ البعثة في التحرك للمطار عشان تسافر أو تبدأ رحلتها مصحوبة بسلامة الله طبعا للأراضي التونسية خلينا ناخد زي منا محمد توفيق اللي يمكن كان حاضر التمرين نطمن منه على تمرينة الأهلي نهاردة على سكواد الأهلي على مدى جهزات كل العناصر وهل فيه جديد فيما يتعلق الأسماء اللي ممكن تكون مشاركة فيه لقاء أو مستعدة لمشاركة في لقاء الزهاب في تونس محمد مساء الخير مساء الخير زمالة عزيزة أحمد السمير تحياتي لكم لكل جمهور نادي الأهلي العظيم في كل مكان يعني أمال وطموحات كبيرة جدا بتحملها جماهير نادي الأهلي كمسئولية في عناق نجمنة أفضل سكواد في أفريقيا محملين بخبرات كبيرة جدا محملين باحتكاكات على أعلى مستوى أسماء في كل المراكز وفي كل الخطوط جديرة بأنها تمثل النادي الأهلي كلمني عن تمرينة النهاردة واللحظات الأخيرة في القاهرة قبل بداية رحلة السفر لتونس أنا أحمد بطمنك وتمن كل جمهور نادي الأهلي اللعبين على قدم وصاق الاستعداد لهذه المباراة يمكن نهاردة المراكز الأخير في القاهرة زي ما ذكرت مستر مرسل كولر ابتدى التمرين فيه تمام الساعة 4 عصرا كان المراكز ابتدى بمحاضرة في أرض الملعب كان يفهمها مع اللعبين خلاص يعني اللحظات الأخيرة داخل ملعب مختار التتش ومن بعدها إن شاء الله يعني مواصلة الاستعداد في تونس كان الفريق زي ما قلت لك ابتدى الميران في الساعة 4 كان فيه محاضرة فنها في الملعب بعدها على طول بعد التدريبات البدنية وعلى طول معبد تدريبات الكرة مستر مرسل كولر قفل التدريب نهائيا أمام كافة وسائل الإعلام الموجودة في الميران حاليا وأنا معاك دلوقتي يمكن اللعبين داخل غرف الملابس وهنا داخل مدرجات مختار التتش بالجزيرة بيجهزوا واللحظات الأخيرة قبل مغادرة البعثة بإذن الله رب العالمين متوجهة لمطار القهرة ومنه بإذن الله لمطار كرتاش في تونس يمكن يحمل التمارين النهاردة قنقوي جدا استمر تقريبا ساعتين اللاروب انتهى بالتحديد الساعة 6 اللاروب يعني سمعين طبعا التدريب مقفول بسيطا سمعين طبعا الحماس في التدريب من خارج أسوار ملعب مختار التتش الحماس ما بين اللعبين كل اللعبين حرصين على إنهم يكونوا موجودين في معوعد كبير زي كده يمكن كمان تبعنا تصراحات اللعبين في الموقع الرسمي للاتحاد الأفريكي كاف يمكن كل لهم عايشين في أجواء المباراة من بدر جدا كل الناس حاسة بالمسؤولة زي ما ذكرت في البداية حاسين بجمهور النادي الأهلي ووراهم قد إيه ومستنى اللقب الغالي اللي اعتاد عليه خلاص في السنوات الأخيرة وإن شاء الله يا رب نوصل للعلامة 12 ويبقى الرقم قياسي إحنا كنا 11 ما فيش حد يا العرب منافسينا تقريبا مش محصة نصف الرقم دوت هاستقلوا الحفلة الخاصة بيه من مطار القاهرة وبعدها ان شاء الله الطيارة ان شاء الله هتقلع من مطار القاهرة إلى مطار كرتاج فيه تمام السامنة مساء بتوقيت القاهرة ان شاء الله الرحلة تستغرق تقريبا 3 ساعات ونص يعني هتبقى في مطار تونس بإذن الله رب العالمين 9 ونص بتوقيت تونس 11 ونص إن شاء الله بتوقيت القاهرة كان كل اللاعبين في حالة أقصى من رأي أحمد باستثناء طبعا الكلامت مع دكتور أحمد جبالة رئيس الجهاز الطب الفريق النادي الأهلي قال إن الحمد لله كل اللاعبين حياتهم البدنية والفنية والطبية اللقاقة تماما باستثناء السلاسي عمرو السلاية أحمد عبدالقادر أحمد دابيل كوكا اللي اكتفوا فقط به التدريبات الاستشفائية داخل ملعب مختلفة تيتشينا بالجزيرة واكتفوا به الجاري حوالين الملعب مع بداية المران الأساسي للاعبين قبل السفر إن شاء الله نتمنى التوفيق لمستر مارس الكولر لاختيار القائمة المسافرة اللي بالمناسبة أحمد مفيش أي إعلان إلى هذه اللحظة محدش يعرف قامة اللعبين المسافرة لتونس استعداد نورات التراجي باستثناء مستر مارس الكولر وجهاز المعاون باستثناء كده أي حاجة أعلنت هي غير صحيحة إلى اللحظة المقايمة هيعلانها مستر مارس الكولر بعد دقائق للتوجع طول مطار القيرو وزي ما قلت لك منه إلى مطار قرطاش في تونس باستثناء كده الحمد لله كل اللعبين حالتهم البدنية والفنية لقاقة جدا زي ما قلت لك المرار النهاردة كان حماسي جدا كل اللعبين عاوزين ينوروا شرف المشاركة في النهاية الأفريقي بإذن الله يكون مستر مارس الكولر موفق تراج قائمة اللعبين كمان يكون موفقين في تنفيذ تعلماته داخل المستر أخضر وإن شاء الله الفرحة كبيرة تكون الجماهي النادي الأهل في كل مكان بإذن الله والنجمة الـ 12 تكون على قميس النادي الأهل هل تابع معاك يا محمد طبعا كل التفاصيل سواء في المتعلقة بإعلان القائمة وحتى أعتقد كمان زي منا كريم أحمد يكون مرفق للبعثة وبالتالي يكون معاهم في رحلتهم أو في طريقهم للمطار بشكرك شكرا جزيلا طمنا على تمرينة النادي الأهلي خدوا بالكم